ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ بن أنس عند أحمد وأبي داود نهى عن الحبوة بكسر الحاء وبضمها الحبوة والإمام يخطب ما هو الاشتباء أن يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويربط ساقيه مع ظهره بحبل أو بيديه هذا هو الاشتباء ويسمى بالحبية ولا يعرفه إلا العرب أتدرون أن العرب تسمي الاشتباء تسميه جداراً وحائطاً لأنهم في الصحراء يستخدمونه فيكونوا بمثابة الحائط والجدار الذي يستند إليه إذا كانوا في فلاة من الصحراء ولذا الصحيح أنه ينهى عن الاشتباء والإمام يخطب يوم الجمعة فعله بعض الصحابة لبيان الجواز فلا إشكال لكن الأولى بالمسلم لأن هناك من يرى أنه يمنع المسلم منعاً باتاً من الاشتباء والإمام يخطب قبل الخطبة لا إشكال في ذلك أنه فقط هنا والإمام يخطب إذن إذا كان الاشتباء نهي عنه إذن كما قال الخطابي في معالم السنن الاستناد إلى الجدار والإمام يخطب أعظم من الاشتباء لما؟ لأن العلة الموجودة في الاستناد إلى الجدار أعظم من العلة في الاشتباء لماذا نهي عن الاشتباء والإمام يخطب؟ خيفة من أن ينتقض وضوءه وخيفة من أن يغلبه النعاس ومعلوم أن الاستناد إلى الجدار أعظم في هذا من الاشتباء وأما ما جاء من حديث أن نهي عن الاشتباء مطلقاً فهو محمول على ماذا؟ محمول على أن من عليه ثوب واحد ربما أنه في ثيابهم السابقة ليس في ثياب لأنهم كانوا لا يلبسون أسروي إلا عند الندرة فربما أنه لو احتبى ظهرت عورته ولذا احتبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الأحاديث لكن كما قلت أنه هنا والإمام يخطب